الكثير من الأشخاص تتواصل معي تريد بدء العمل بمجال التجارة الإلكترونية أو الكثير من الأشخاص تعاملت مع مجال التجارة الإلكترونية ولكن لا تعرف بالضبط ما هو هذا المجال وكيفية إدارة مشروعهم بطريقة صحيحة ولكن لا تقلقوا أنا هنا لأحدد لكم مصاركم مرحبا أنا رد عازم من كامبوست أكيديمي محاضر ومستشار في مجال التجارة الإلكترونية في الخامس سنين الأخيرة علمت عدد كبير جدا من الأشخاص مجال التجارة الإلكترونية وللأسف يوجد الكثير من المعتقدات الخاطئة عند الأشخاص بخصوص مجال التجارة الإلكترونية أولا المشتركين يظنون أنهم سيربحوا من أول أسبوع في عملهم بالمجال الكثير من الأشخاص تظن بمجرد الضغط على مربع إعلان المنتج المنتج سيباع في نفس اللحظة ولا يهم ما هو السعر الذي أعلنوه وما هي العوامل التي يعرفوها في صفحة المبيعات وهذا خطأ ثانيا لا يعطون الوقت الكافي لمشروعهم الكثير من الأشخاص تظن أن العمل بمجال لعدة ساعات في الأسبوع سينتج لها أرباح وبطريقة أوتوماتيكية أيضا ثالثا يكفي مشاهدة بعض الفيديوهات عن الموضوع وبدء العمل مباشرة دون متابعات التغييرات الكثير من الأشخاص تشاهد بعض الفيديوهات في اليوتيوب أو في كورس مجاني حصلوا عليه من الإنترنت أو كورس حصلوا عليه بـ 10 دولار ويفكروا أن هذا ما يلزمهم للعمل بالمجال ولا يتابعون التغييرات التي ستحصل بالمجال فمجال التجارة الإلكترونية هو من أكثر المجالات تغيرا وعلينا الانتباه لذلك جميع هذه المعتقدات أو المفاهيم هي مفاهيم خاطئة ولن تنجح في المجال إذا هذا ما تظنونه الكثير من الأشخاص المعنية في العمل بالمجال تسألوني رضا ما هي الاحتمالات الربح بعد العمل ثلاث أشهر بالمجال واستثمار مبلغ معين وعلي أن أنتج أرباح خمسة ألاف دولار لنفتر ما هي الاحتمالات عن أرباح خمسة ألاف دولار في خلال ثلاث أشهر للأسف لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال لن أوهم أي شخص في أن يكون مليونير في أول شهرين أو ثلاث ولكن عليكم تغيير طريقة تفكيركم أن هذا هو مشروع تجاري مثل أي مشروع تجاري آخر شخص يريد أن يفتح مجر في بلده سيستثمر مبلغ وقدره لترميم الدكان وشراء المنتجات وتسويق الدكان وبناء قائمة زبائن ثابتين هذا يتطلب على الأقل ستة أشهر حتى سنة هذا الشخص يعرف أنه يبني مشروع تجاري للمدى البعيد ويعرف أنه بعد سنة سيبدأ بتغطية تكاليف المتجر ويبدأ من ثم بكسب ربح إضافي من استثماره وسؤالي هو لماذا لا تفكر في لفس الطريقة عندما تفتح مجر إلكتروني لماذا لا تعتبروا مجركم الإلكتروني أنه مشروع تجاري تماما مثل الذي سيفتح مجر في بلاده بالرغم أنه مجر إلكتروني وأنه عليك الاستثمار بعمل بجد لإنجاحه حتى لو تطلب الأمر خمسة إلى ستة أشهر وحتى لو لم تنجح وفشلت الفشل هو نوع من النجاح لأنني أعرف ما لا ينجح وما ينجح في مشروعي وأحاول تعديل ما لا ينجح والخروج مرة أخرى بتعديلات والمحاولة مرة أخرى أنجح الشخصيات بالعالم لم تنجح من أول محاولة لها حاولوا جربوا لم ينجح عدلوا مشروعكم وحاولوا مرة أخرى مهم جدا أن تأخذوا مشروعكم بجدية لا يوجد زر سحر نضغط عليه وسيبدأ في إنتاج أرباح لمجرنا بألاف الدولارات خلال الشهر الأول إذا تعرفوا زر كهذا أخبروني عنه علينا الإبداع والابتقار والعمل من أجل هدفنا ونجاحنا مجال التجارة الإلكترونية هم من أكثر مجالات التجارة ربحا اليوم في العالم ولكن إذا عرفتم العمل به بطريقة صحيحة لذلك ابدأوا في تغيير طريقة تفكيركم لمشروعكم التجارة أتمنى لكم النجاح والتوفيق